موسيقى عادة ما تحدث مشاكل في البروستات عند الرجال كبار السن ولكن هذا لا يعني أن الأمر غير شائع عند الشباب حيث أن أعراض كالشعور بألام عند التبول أو نزلات البرد المتكررة أو حتى احتباس في البول قد يدل على إصابة الشخص بالتهابات في البروستات طبعا يجب استشارة الطبيب المختص لتفاقم الحالة المراضية وللمزيد ينضم إلينا في الاستوديو دكتور زهير السكافي استشاري جراحة المسالك البولية وتناسلية والعقم صباح الخير يا دكتور صباح خير يا أهلا دكتور يمكن في البداية حاب نعرف وظيفة البروستات أساسا طبعا البروستات هي غدا موجودة عند الرجال حجمها يكون حجم الجوزة موجودة أسفل المثانة يمر فيها مجرى البول وأيضا القنوات المنوية وظيفته هي تكون جزء من السائل المنوي اللي يحتوي على المواد الغذائية اللي يتغذي الحيوانات المنوية وتخليها بصورة نشطة طيب دكتور خلينا نعرف ما هي الأمراض التي قد تصيب غدة البروستات طبعا هناك عدة أمراض من أهمها التهابات البروستات طبعا التهابات البروستات ممكن تصير بأي عمر في التهابات نقسمها إلى التهابات البكتيرية الحادة وهذه عادة تكون نتيجة العلاقات بالجنس وتكون مصحوبة بحرقة كبيرة بالبول وتقطع في البول مع ارتفاع درجات الحرارة وعادة المريض بيكون بحالة أنه مرات حتى صعوبة بالتبول هذه تحتاج إلى علاج سريع بالمضادات الحيوية والكشف بواسطة الكشف السريري أو الألتراساون وأخذ عينات للمزرعة وعادة إذا انتركت قد تتحول إلى التهابات مزمنة وتأثر تعمل انسدادات وقد تؤدي إلى العقم بالنتيجة طيب دكتور هذه الأعراض في حال الإصابة بالتهابات البروستات تختلف مثلا عن أعراض أمراض أخرى مثل تضخم البروستات نعم في نوع ثاني من الاتهابات هو الاتهابات غير بكتيرية وهذه نسميها متلازمة آلام الحوض المزمنة هذه تكون بأي عمر تصير ومعظمها نتيجة السترس وقد في معظم الأحيان ما نعرف أسبابها هذه يكون علاجها مزمنة لكن تضخم البروستات يصير عادة بكبار العمر عادة يكون بعد الخمسين سنة مرات حتى قبل الخمسين سنة يبدأ بتكرار التبول ويبدأ عادة تكرار التبول في الليل وبعدين يصير بالليل وبالنهار أيضا تقطع في البول شعور بالإلحاح عندما تكون المثانة مملوئة المريض لا يستطيع يمسك نفسه لازم يروح للحمام التقطير بنهاية التبول صعوبة البداية بالتبول وأيضا تيار البول يكون ضعيف جدا مرات إذا تفاقمت الأمور وما تعالج قد تؤدي إلى احتباس البول طيب خلينا نتكلم عن أنواع الالتهابات خب مثل ما قلت هناك الالتهابات بكتيرية حادة والالتهابات غير بكتيرية الالتهابات البكتيرية اللي هي أي نوع من البكتيرية وخاصة القضايا السيلان وما سيلان هذه تحتاج مثل ما قلنا مضادات حيوية وعادة نعطيها بالوريد بس الالتهابات الغير بكتيرية ما معروف سببها شنو طب دكتور يعني الآن اكتساب هذا المرض هل يأتي من العلاقة الحميمية مثلا أو فقط أو ممكن يجي بالوراثة مثلا لا مو شرط يعني مرات يعني هو ما هو مرض وراثي بس مرات تكون أيضا الالتهابات نتيجة عدم الممارسة فترة طويلة أو نتيجة مثل ما قلنا سترس قد يسبب تشنج في عضلات البروستات وعضلات مجرى البول فيترتفع الضغط داخل مجرى البول وقسم من البول يرتجع على البروستات وقسم من التهابات المسالك البولية نفسهم أيضا قد تصيب البروستات طيب دكتور خلينا نتكلم قبل ما نتكلم عن العلاج خلينا نتكلم عن الوقاية لو فيه طريقة للوقاية من أمراض البروستات طبعا الالتهابات لازم يكون واحد بالنسبة للالتهابات لنتيجة العلاقات الجنسية لازم توفويد هذه العلاقات الغير سليمة بالنسبة للتضخم كل إنسان معرض أن يصاب بالتضخم يعني ما في شيء بس بالنسبة للسرطان البروستات لحد الآن ما معروف شو أسبابه بس أعتقد الظروف البيئية نوع الغذاء إلى همية وكذلك الفحص الدوري المبكر لأنه معظم سرطات البروستات الصامتة ولذلك بالفحص المبكر نقدر نكتشفها ويكون علاجها أبسط مما لو كانت متقدمة طيب خلينا نتكلم الآن عن العلاج كيف يتم العلاج في حال أنه المريض أحسب هذه الأعراض كلها اللي ذكرتها يتجه إلى الطبيب بعد كده إيش الإجراءات هل العلاج بأدوية فقط أو علاج بالنسبة للتضخم البروستات طبعا في تحاليل نعملها تحليل البول تحليل دم نعمل ألترا ساوند أيضا نقيس تيار البول نشوف كمية البول المتبقي هناك أدوية طلعت كثيرة في دوة هو ألفا بلوكر هذا وظيفته بيرخي عضلات العنق المثانى والبروستات ويخلي المريض يفرغ بصورة كاملة إذا كانت البروستات متضخمة أكثر من أربعين جرام نعطي مادة ثانية هي ألفا فائب ألفا ريدكتيز اللي هي تأثر على الإنزيمات اللي يتحول تستسترون إلى الداهيدروكسي تستسترون هاي تخفض حجم البروستات في معظم المرضى يستجابون لهاي الأدوية بس في مرضى مع وجود هاي الأدوية الأعراض ما تتغير في هذه الحالة نلجأ إلى الجراحة الجراحة سهلة جدا صارت عن طريق المنظار أما بالقطع التيار الكهربائي أو نستعمل الليزر لتبخير البروستات وطبعا المريض يبقى المستشفى يوم واحدة ويومين ونتائج متابعة صحيح الدكتور يعني الخلاصة في حال الإحساس بأي من الأعراض هذه يجب التوجه إلى الطبيب مباشرة أكيد شكرا طبعا للدكتور زهير السكافي استشاري جراحة المسارك البولية والتناصرية والعقم شكرا لتواجدك اشتركوا في القناة